اشتركوا في القناة اخواني انا اليوم بدي اتكلم في موضوع مهم قد لا يخطر على بال يعني كثير من الفنيين مع انه هذا الموضوع لازم احنا ننتبه عليه بشكل كامل خاصة في ترمبات يعني هو الموضوع اليوم بخص ترمبات الماء بجميع انواعها وخاصة الترمبات الصيني وخاصة ترمبات الماء الصينية لانه هي صاحبة المشاكل او اللي بتعمل المشاكل كثير في معانا في مهنتنا السبب انه صناعة رديئة والكواليتي او المواد المستخدمة طبعا مواد بتكون رديئة شوية ورخيصة لذلك بتكون معرضة للتلف اكثر من اي انواع محركات اخرى زي الايطالي زي الامور هاي او الانجليزي بكون الكواليتي او المواد المستخدمة انظيفة وكويسة بتتحمل مع الوقت العمل الطويل لكن المشاكل هاي بتصير اغلباش في الصيني لكن اليوم عندي ترمبات الماء للأسف هي ايطالي نوع بدرولو من الموديل الجديد لكن الكواليتي تبحها او المواد المصنوعة منها انا شايفها بصراحة مش يعني جيدة بما يكفي او كالسابق لكن اصبحت شبيهة بالصيني ولو انه في اختلاف بسيط لكن احيانا انا ممكن اني اعذر للصناعات هاي لانه الصناعات الصينية غطت في السوق على هاي الترمبات الجيدة ذات الجودة العالية فاصبح سعر ترمبة الماء سعر رخيص فبالتالي اتكدست الترمبات الجيدة ذات الجودة العالية واصبحت موجودة في المحلات وما حدا بشتريها وما حدا بتطلع فيها لانه زبون اليوم صار يبحث عن السعر الرخيص وطبعا الصيني سعره رخيص ولذلك بتلاقي زبون بشتري او اغلب الزبائن بشتروا الصيني وهاي المشكلة فبالتالي المصانع المتقدمة او المصانع اللي بتصنع صناعات جيدة صارت تختصر في المواد وتنزل من جودة المواد على اساس انه التق تستطيع تنزل من السعر حتى تواكب اسعار الترمبات الصينية على اساس انه يمشوا بضاعتهم لانه بضاعتهم تكدست عندهم في المستودعات طبعا هاي مشكلة موجودة ومعروفة لذلك هم ما لقوا حل قدامهم بغير انهم ينقصوا من جودة المواد على اساس انه السعر ينزل ودائما يا اخواني لازم نفهم شغلة انه اي اشي جودة اقل فهو على حساب الزبون او على حسابك على اساس انه ما حدا من المصانع بحب انه يخسر او انه يصير عنده خسائر كبيرة فلذلك بنقصوا من الجودة هم لما ينقصوا من الجودة هم يعني صارت بالنسبة حتى السعر اللي بدك تتبعه انت فيه لو كان سعر رخيص بالنسبة للجودة تبعته سعره غالي فبالتالي على حساب الزبون كل هذا الشيء طيب اليوم النصيح اللي بدك تتكلم فيها انه اذا يعني حاول انت كل الترمبة ما بتجيك حتى لو الايام هاي كانت ايطالية انك تتأكد من هذا الامر قبل ما تبدأ في اللف لانها مشكلة بصراحة كبيرة بتأدي الى تلف الترمبة وممكن انك تشطبها بسبب هذا العطل وهو عطل بحدث في البوبين نفسه عطل بحدث في البوبين نفسه لاحظوا هذا البوبين جديد هاي الترمبة جديدة يعني عمرها تقريبا فقط شهرين لاحظوا حكاة لزبون انها اصبحت بتسيل ماء بتهرب ماء فبالتالي جابش اشوف له اياها فانا لما فتحتها وجدت انه البوبين او اللحظوا هون مكان اللي ببادئ صاير فيه تآكل اللي ببادئ او الميكينكسيل او الحافظة لاحظوا هون بها الميكينكسيل او اللي ببادئ ففيها تآكل ليش لانه المادة هاي المادة عبارة عن حديد او سكب حتى ما بعرف مش مبيني معاي مزبوط منها حديد او سكب هي الاصل انها تكون او الصناعة الجيد اللي كانت في الايطالة بالعادة بتيجينا بتجينا ستانلس بتيجي ستانلس ما بتصدي ولا بتذوب ولا بتتآكل فبتظلها زي ما هي وناعمة ما بتأثر على الميكينكسيل وما بتخربها للميكينكسيل لكن الان اصبح الصيني بيعملوه حديد طبعا العمود كامل بالحديد وهي المنطقة بالحديد فانت لما تيجي تسحب الحافظة او الميكينكسيل من مكانها والعمود الحديد بتلاقي صايبه صدق وصير فيه تآكل فالآن لما تحط الحافظة الجديدة مع التشغيل بمجرد وقت قصير بتتاكل بحدث فيها تآكل للحافظة لأنها الحافظة جلدة عبارة عن جلد فالجلد على النتوءات هاي مع الدوران بيصير فيها تآكل وبتصير ترجع تهرب مي أو تسيل مي من جديد وكمان هاي ترمبة الإيطالية الآن لاحظوا ما بعرفهم شكلها كأنه استانلس يعني كانوا محطين قشرة بسيطة من الاستانلس والباقي كانوا حديد فصير فيه النتوءات حتى زي حفر صغيرة من هون مكان ما بتقعد الحافظة فالآن إذا رجعنا حافظة جديدة ما بتشتغل يمين مع الاحتكاك ومع الدوران بترجع بتسيل ماء فلازم ننتبه هذا الببين أنا نصيحتي إنه يتغير النصيحة إنه يتغير وأنا بحاول دايما إني أبدله وحط ببين ثاني أفضل من هيك لكن في ناس بتحب توديع المخرطة بتخرطه بتعمله شوية أمور كذا لكن أنا إذا ما كانت ترجع تستانلس ونعمة جداً ونعمة جداً على أساس الميكينكسيل تقعد براحتها وما تتأثر ما بنفع ما بنفع تخرطها حديد لأنه رح ترجع تصدي وترجع تعمل مشاكل يعني رح تشتغلها فترة ما بعرف يعني قديش بقدرش تحدد لكن رح تشتغل فترة وترجع تتاكل مرة أخرى هاي لازم ترجع تستانلس زي ما كانت فأنا لذلك بصراحة أنا منه علي بغير الببين كامل إذا بلاقي منه موجود عندي بغيره أحسن وأفضل فلازم نصيحتين اليوم إنه لازم إحنا نتأكد قبل ما نبدأ اللف خاصة إذا ترمبه بده لف قبل ما نبدأ نلف نتأكد من مكان الميكينكسيل إنه فيه تآكل أو لا وبعدين نلف إذا ما فيه تآكل بنلف وبنتوكل على ربنا وإذا فيه تآكل لازم نعالجه أو نشوف ببين بداله أو نشوف لنا حل هاي المشكلة بالإخراطة بأي شيء يعني وبعدين نلف على أساس أنه إحنا ما نتورط وما يصير معنا مشكلة بعد اللف وهاي هي نصيحتي لكم اليوم إن شاء الله إنكم تستفيدوا منها ولا تنسوا إذا نبصيكم دايما نبصي نفسي صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته